فعلت الصح لديني طيب بشكل عام أنت وضعت بين خيارين أو أكثر هناك خيار فيه خير وهناك خيار فيه شر الخيار الذي فيه الخير فيه شر ولكن الخير الذي فيه أكثر وفي اختياره يوجد مصلحة واضحة فعند ذلك هذا يختار لكن هذا شر وهذا شر فلا تختار يعني مثلا اليوم لنتكلم عن الانتخابات التي تجري في تركيا أردوغان علماني واضح ولكن نفعه ودعمه للإسلام أيضا هذا الشيء لا نستطيع أن ننكره عليه دعم الإسلام وقواه في تركيا ودعم المسلمين هذا بغض النظر عن الأمور الأخرى السياسية لكن هو علماني ولكن هو يدعم المسلمين عندك حزب آخر علماني ولكنه يحارب الإسلام فعندك علماني مقابل علماني لكن واحد يدعم المسلمين ويقويهم إلى حد كبير وواحد يحاربهم ويريد أن يخرج حتى سوريين مثلا يردهم إلى بشار الأسد يخرجهم من تركيا طيب في مثل هذه الحالة هل يقول المسلم خلاص أنا أقعد يأتيني هذا الذي سيحاربني ولا أنتخب هذا الذي هو علماني ولكنه لي يحاربني باعتباري مسلم فلا هنا نقول لا أنت يعني أيد هذا الذي فيه خير ولا تترك ذلك الذي يريد محاربة الإسلام ويريد طرد المسلمين من تلك الديار وكذا لا تتركه ينجح إذا تركته ينجح فأنت يعني قد تسببت بضرر فيعني هذا هذا الذي يقال الله أعلم مع أن الذي ينتخب شخصا علمانيا انتخبه لأجل المصلحة المتعلقة عليه أن يتبرأ من ما عنده من مفاسد عليه أن لا يؤيده في ما خالف فيه دين الله سبحانه وتعالى ويتبرأ من ذلك ترجمة نانسي قنقر